أعلن شركة الخطوط الملكية المغربية أمس الثلاثاء أن نحو 2200 مغربي عادوا من أوكرانيا وذلك وفق ما نقله الموقع الرسمي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية نقلا عن مصدر بالخطوط الملكية أفض المصدر أن 2200 مغربي عادوا من أوكرانيا وتم تعودتهم عبر رحلات خاصة أمنتها الخطوط الملكية خلال الفترة الممتدة من الثاني إلى الثامن من مارس الجاري كما أعلن مسؤولهم بوزارة الخارجية فضل عدم ذكر اسمه أن عدد المواطنين المغربة الذين غادروا أوكرانيا عبر المعابر الحدودية وصل حتى اليوم إلى سبعة ألاف وفق الموقع ذاته والخميس أعلن وزير الخارجية ناصر بوريطة خلال الجلسة حكومية مغادرة 5000 من رعاية المغرب من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية اشتركوا في القناة